السلام عليكم متابعين اهلا وسهلا بكم في قناة غيمز ماستر عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة ديمون سلاير او قاتل الشيطين يوجد لدينا في الفصل الثالث مهمة خاصة المعبد المسكون نختار نبدأ في مستوى الديفكلت نورمل مستوى العادي نختار من هنا كمية تنجيرو ونختار كمان شخصية اخرى جيوتو مايكو نبدأ التعارك الان جارة تحميل اللعبة هسنا نبدأ ضد هذا الشيطان اصدقائي مساكن المعبد نختار شخصية تنجيرو اصدقائنا نهجم الان فرصتنا بالهجوم هانو كمية تنجيرو يستخدم اسلوب اللهب هنا نانا استخدمنا اختارنا هانو كمية تنجيرو حسن الان الشيطان يهجم هجمات قوية ايضا نهجم ايضا نحن هجمات قوية على الشيطان وهجمات اللهب نهجم هجمات قوية ايضا يتأثر الشيطان بشكل كبير نهجم هجم قوي الان الشيطان نتجنب هجوم القوي نهجم مرة اخرى نتجنب هجوم القوي اصدقائنا ننجح بتجنب هجوم الشيطان القوي نهجم هجمات قوية ايضا احنا بتنجيرو لكن الشيطان يصد بعض الهجمات نتجنب بعض الهجمات نتلقى بعض الضرر ايضا سيهجم هجوم قوي الان حسن نستخدم هجوم الخاص لتنجيرو وهو يستخدم تنجيرو هجوم اللهب القاص به وننجح بهجومه الخاص وينطلق اصدقائي على الشيطان بهجومه الخاص القوي وينطلق ضربة قوية من تنجيرو اصدقائي يقسم الشيطان الى نصفين ويقضي عليها بنجاح اصدقائنا هكذا في مستوى النورمان نستطيع هزيمته بسهولة أصدقائي ننتصر نحصل على تصنيف A هذه المرة حال سنلعبها مرة أخرى يطلب منهم في المستوى الهارد مستوى أكثر صعوبة نختار مرة أخرى جيوتو مايكا ونختار شونبو كوشو نختار المستوى هارد نبدأ التعارك أصدقائنا لما خلصنا النورمال في مستوى الأكثر صعوبة ونبدأ التعارك مرة أخرى مع الشيطان في مستوى أكثر صعوبة نختار توم مايكا هذه المرة حال سنهجم على الشيطان هذا فرصتنا الآن يستخدم مسلوب الماء أصدقائي هاشران توم مايكا هذا الهاشر أكثر قوة حتى من تنجيرو أصدقائنا نستخدم هجمات خاصة والشيطان يهجم علينا أيضا يهجم هجمة خاصة الآن قوية تجنبها بنجاح يهجم مرة أخرى نتجنبها بنجاح أيضا ها هو يهجم مرة أخرى نتلقى ضربا حسنا نتجنب هجوم الشيطان القوي نهجم الآن يتلقى الشيطان ضربة قوية من توم مايكا أيضا فرصتنا الآن في الهجوم حسنا نتجنب هجماتنا نستخدم هجوم الخاص لتوم مايكا يجب كان أن نكون أمامه الزقائي ليس بعيدين عن الشيطان حسنا نهجم هجمات قوية نهجم على الشيطان حاول تجنب هجماته قوية نهجم الآن فرصتنا يتلقى ضرارا كبيرا نزقائي والشيطان قوي في المستوى الأكثر صعوبة أكثر قوة حسنا نهجم مرة أخرى تلقى ضرارا كبيرا أيضا هذه المرة الشيطان نهجم مرة أخرى أيضا من توم مايكا ونهجم هجمات قوية أيضا أصدقائي لكن ما زال الشيطان صامدا لم يتبقى الكثير لديه حتى نقضى عليها أصدقائي نتجنب هجماته القوية أصدقائي حسنا تجنبنا هجمه القوي هل سيهجم هجم آخر سيهجم هجم آخر تجنب هجم ولكن الهجم الأخير لما ننجح في التجنبه يهجم هجمات أخرى تلقى ضرارا كبيرا حسنا نستخدم هجمة الخاصة نجحنا باستخدام هجم نفس الماء الشكل الأحادي عشر من توم مايكو أصدقائنا الموت الهادي أصدقائي استخدم تقنية نجحنا بالقضاء على الشيطان المعبد بالهجم الخاص الخاص بيتوم مايكو تم القضاء عليه بنجاح أصدقائي منتصر فيه مستوى أكثر صعوبة نحصل على تصنيف سي فقط أوكي هكذا خلصنا المهمة الخاصة أصدقائي في الفصل الثالث إلى هنا تنتهى حلقة اليوم من لعبة ديمونس نراكم في الحلقة القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة